بعد كل موجة قصف إسرائيلي وبعد أن يفرغوا من إنقاذ من يستطيعون إنقاذه ينطلق سكان غزة إلى أقاربهم للاطمئنان عن أحوالهم في ظل استهداف البنى التحتية للاتصالات لا مجال أمامهم إلا المشي لعدة كيلومترات هذه الحرب في ظل انقطاع الاتصالات ثلاثة أيام لا نستطيع أن نتواصل مع قرائبنا في جبال البلد لا نستطيع أن نتطمن عليهم في ظل المجازر اللي بتصير في جبال البلد وفي الشمال وفي غزة لا نستطيع أن نتطمن عليهم هل صار فيهم أذى هل صار فيهم مكروه نمشي كلوات نروح لهم أماكن بعيدة حتى نتطمن عليهم لا نستطيع أن اتصالات مقطوعة رغم الضرر الكبير الذي لحق ببنى الاتصالات في القطاع إلا أن نسبة الاتصالات من الخارج ارتفعت حسب بعض الفلسطينيين الحرب يعني ضغطانة ومضيعة حالة أولادنا لكن والله برضو الاتصالات بتهيئة لأصالات أقوى من الحرب لأنه في ناس تطمن على أهليها وفي ناس تطمن على أولادها يعني في ناس برضى في الخارج لتطمن على أهليهم أنا هيني جاي يعني ماشي حوالي 6 كيلو عشان أرحى تطمن على أهلي سواء ليقابل أهليهم وجها لوجه أو ليجدوا أقرب نقطة تتوفر فيها خدمة الهاتف الجوال يعيش فلسطيني غزة مأساة يومية خلال سعيهم للاطمئنان عن أقاربهم الذين قد يكون قد طالهم القصف الإسرائيلي الذي وصل إلى يومه المئة أنا سنماسي العربية شكرا